بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع النائب الأول رئيس مدلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ورحب خادم الحرمين الشريفين بالشيخ ناصر الصباح والوفد المرافق ومن جانبه نقل الشيخ ناصر الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخي هميري دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية قد وصل للرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وسفير الكويت لدى الرياض الشيخ ثامر جابر الأحمد والملحق العسكري في السفارة العميد الركن محمد الفرحان